ظهور بلاك فريزا في نهاية أرك جرانولا ترك الجميع مدهولين وفي دهجة من قوة هذا الشرير قد نقول أن ما فعله فريزا نادرا ما قد نرى له مثلا في أي أنمي آخر من قبل أي شرير آخر جاء فريزا من العدم في خضم أحداث من المفترض أن يكون محور أرك جرانولا وغغس لكنه جاء وأسقط الجميع بضربة واحدة بداية من الأعداء الذين قتلهم مرورا إلى إسقاط جوكو وفيجيتا بضربة واحدة لدرجة أن الاثنين لم يستطيعوا إدراك ما حدث فقد أدلهم ثم أخيرا أخذ معه ماكي وأويل لمركبته ليعملوا عنده كطاهية ونادل وكل هذا فقط لأنه رغب بذلك يعني شرير يقوم ما يحلو به فريزا جعل أرك شخص آخر يتمحور حوله فالجميع الآن عندما يذكر أرك جرانولا يتحدث عن نهاية وظهور بلاك فريزا فقط وفي هذا الفيديو نريد أن نفكر في طريقة للإطاحة ببلاك فريزا طبعا في معركة بينه وبين بقية الصياجين جوكو وفيجيتا ولكن قبل أن نتحدث عن المعركة لنقوم بتحليل سريع للطريق الذي سلكه فريزا للوصول لما هو عليه حاليا من تدريبات قاسية وخشنة ذامت لعشر سنوات حسب ما يزعمه ونفسه لنبدأ بجولدن فريزا فريزا تدرب لأربع شهور للوصول لهذا التحول لكنه لم يقدر على إتقانه للكمال وقد رأينا هذا في قتاله الأول مع جوكو عندما خسر وقت تحول جوكو للبلو عندها أخبره جوكو أنه لم يتقن تحوله بعد انتهت الأمور في النهاية بخسارة فريزا وعودته للجحيم أثناء وقته في الجحيم لم يكن فريزا يلهو بل كان تفكيره ينصب حول كيفية هزيمة جوكو حيث كان يتدرب في خياله ويتذكر كل هجم وكل نقطة ضعف في تحركات جوكو وهذا التدريب التهني قد أتى بنتائج جيدة فبعد خروج فريزا من الجحيم وجاء جوكو في معركة انتهت بالتعدل وهنا ممكن نقول أن فريزا بدأ يتقن لغولدن فريزا الآن نمر لبطولة القوى وأهداتها فإن كنا نتحدث من حيث القوى فريزا يتواجد ضمن قائمة أقوى ست مقاتلين على الحلبة ومعاركه تؤكد ذلك قاتلت ضد توبو في هيئته التدميرية وقد تلقى ضربة تدميرية من توبو لكنه استطاع النجاة ثم قاتل أيضا جنبا إلى جنب مع أندرويد 17 وجوكو جد جيرين متعب ثم فاز في النهاية ببطولة القوى والتي دامت لـ 48 دقيقة في هذه المدة تطور فريزا كثيرا بعد خوضه لمعارك عجيدة وصارت قوته أكبر من ذي قبل الآن نمر لتاني أكبر قفزة في قوة فريزا وهي أحداث فيلم برولي في أحداث هذا الفيلم قضى برولي على جوكو وفيجيتا في تحول يوم البلو ثم فروا بعيدا بعد معرفتهم أن لا فرصة لهم أمام برولي طار جوكو وفيجيتا بعيدا وبدأوا محاولتهم في الاندماج والعلمكم أنهم قد فشلوا في التحول مرتين وكل تحول يدوم لـ 30 دقيقة كاملة أي ساعة في هذه الساعة كان برولي وفريزا يقاتلون بعضهم في قتال مميت 1-1 بدون أي انقطاع أو استراحة كان فريزا يقاتل الشخص الذي قضى على فيجيتا وكوكو في هيئتهم لساعة كاملة أكثر من بطولة القوة بعد ذلك أتى تحول إثنين أي جوجيتا ورأى فريزا قتالهم من بعيد وأدرك أن لا فرصة له فرحل بعيدا بكل احترام لخصومه بعد هذه الأحداث يأتي أرك مورو وغرانولا تمكن جوكو في أرك مورو من إتقان الغريزة بعد تدريبه مع ميروس ثم لاحقا في أرك غرانولا وصل لهيئة أكثر قوة تدعى بالغريزة الفائقة الحقيقية وكان هذا ضد غاز خصمه غاز هو الآخر تمنى أن يصبح الأقوى في الكون بأسره بما جعله أقوى من غرانولا وإلترا إيجو فيجيتا وهنا تقودنا الأحداث مجددا للحاجثة الأقوى فريزا يطير لساحة المعركة ويقضي على كل الخصوم الأشدة فريزا تدرب لعشر سنوات حتى لا يخسر أبدا أمام الصياجين أو يشكل له أي تهجيج بعد الآن لقد أصبح واتقا من قوته لدرجة أنه قد ترك الصياجين على قيد الحياة كنوع من الإدلال وإظهار للهيمنة إذن مع كل هذه المعلومات التي بحوزتنا يمكننا القول أنه لا فرصة أمام الصياج للقضاء على بلاك فريزا والذي وصل لمستوى يصعب الوصول إليه لكن من الممكن حبك سيناريو قصصي يخسر به بلاك فريزا بطريقة منطقية من غوكو ورفاقي كل الصياج المجتمعين يوحدون قوتهم ويقاتلون بأقصى ما يملكونه غوكو بالغريزة الفائقة الحقيقية فيجيتا بالغرور الفائق وغوهان بتحول البيست طبعا لا أظن أن لهم فرصة في الفوز لكن مع خطة يمكن أن تتغير الأمور ومن حزن حظنا لدينا خطتين قد يعطونا فرصة للصياجين وأول خطة معنا هي التقنية الخاصة التي تعلمناها من مصد الروشي وقد رأيناها في بطولة القوة وجدة زاماسو تقنية المفوبة تقنية تسمح لك بختم أي شخص بداخل جرة وقد رأينا كيف نجحت أمام زاماسو ولم يقدر على فعل أي شيء أمامه ونحن متأكدون أن نفس الشيء سيحدث أمام فريزا من المعروف أن فريزا يرخي دفاعه أثناء المعارك بسبب عجرفته وغروره الزائد ومن الممكن مباغتته بسهولة بينما هو يعبت في الأرجاء ولكن هناك نقاط ضعف لتقنية المفوبة أولا لو انكسرت الجرل شيخ ختم بداخلها العدو فسوف يخرج مجددا وأيضا تنفيذ التقنية يتطلب مجهودا خرافيا يضعف المستخدم ويوصله لحدود قوته وأخيرا إن حدث وأخطأ الشخص الهدف فمن المستحيل أن ينجح في المرة الثانية وهذا ببساطة لأن العدو لن يقع في حيلته وسيكون متيقطا الخطة الثانية ستكون استعمال الآلي سبع ثلاثة نعم الآلي الذي تناوله مورو سابقا رأينا في أحداث جرانولا أنه قد نجا ومما نعرف أن الآلي ما زال بحوزته قوة مورو في امتصاص المخلوقات على الكواكب وهنا بمساعدة صغيرة من بولما سيتمكنون من برمجة الآل للعمل لهم سيستطيعوا بطريقة مع امتصاص قوة بلاك فريزا وإضعافه حتى يتمكن الصياج من قتاله بتكافؤ وأيضا جوكو وفيجيتا يندمجون في تحول جديد يدعى أولترا جوجيتو يجمع ما بين الغريزة الفائقة والغرور الفائق ثم جوهان ينضم لهم بتحول البيست وأخيرا برولي أيضا يشارك في المعركة فكما نعرف برولي لديه بناء سابق مع فريزا سيعرف من جوكو أن فريزا هو الشخص الذي قتل والده وسيحقد عليه وسيريد الانتقام فيشارك معه في المعركة وجميعا يقضون على بلاك فريزا الذي أضعفه الأندرويد طبعا هناك خطة أخرى معروفة وهي ذهاب جوكو وفيجيتا لغرفة الروح والزمن والتدريب بنفسهم لعشرة سنوات كما فعل فريزا بالضبط لكنها ستكون مجرد تكرار للأحداث وعجز كتابي مميل وأشك أن تورياما وتويطار سيعتمدون هذه الطريقة الكلاسيكية المبتدلة إذن هنا نصل لنهاية الفيديو شاركونا آراءكم وخطتكم في القضاء على بلاك فريزا وأيضا ما رأيكم بالخطة التي طرحناها ننتظر تعليقاتكم وسكرا جزيلا على المشاهدة وإلى الفيديو القادم بإذن الله